وسريعاً أيضاً نهارده رئيس الوزراء عقد اجتماعاً لاستعراض مقترحات خطة التنمية للعام المقبل 24-25 بحضور الدكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط الدكتورة قالت أنه خطة التنمية في العام المقبل تأتي في مقدمتها التخارج من تمويل بعض الشركات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص تمفيذاً لسياسة ملكية الدولة لم تحدد الوزيرة المشروعات أو القطاعات التي ستتخارج الحكومة أو الدولة من تمويلها لصالح القطاع الخاص واتكلمت على محددات الخطة اللي هي الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري كانت ميزانية هذا العام تضمنت 15% خفض في الانفاق الاستثماري أو كان فيه قرار من مجلس الوزراء خلونا يكون أكثر دقيق قرار بمجلس الوزراء بخفض 15% من الانفاق الاستثماري أيضاً المحددات الخطة تحسين في تنفسية جودة الخدمات الصحية لاستمرار في تعزيز الاستثمار العام والحماية الاجتماعية من خلال مبادرة حياة كريمة تنمية التجمعات التنموية في سيناء والتركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة سواء الدلتة الجديدة وشمال ووسط سيناء وغرب سيوى ومشروعات انتاج وترشيد المياه ترجمة نانسي قنقر